لم يكن مشهدا سينمائيا انما حقيقة قضاها البرازيلي انطونيو في اغرب قصة تحكي تفاصيل النجاة من الموت ما تشاهده في هذه المقاطع المصورة ليست مشهدا في فيلم تشويقي انما 38 يوما عاشها انطونيو بعد تحطم طائرته قضاها بين الموت والحياة بعد ان فقد الامل في الخروج من حياة الافتراس في غابات الامازون الشهيرة قد يكون نظام الخراءة سهل له الوصول وساط الغابات المكتظة بالخوف لكن عائلة جميع الجوز كان مفتاح الطريق للوصول اليهم حياة جديدة كان اول كلمة ينطقها انطونيو على مسامع امه لطمئنها انه على قيد الحياة لقد كانت نفسيتي متعبة عندما ادركت ان جهود الانقاذ قد انتهت كانت هذه هي المرة الوحيدة التي اعتقد فيها انني قد لا اخرج من هناك وقد اموت في هذا المكان قد تكون الحادثة الغريبة رسالة من السماء بعد ان تعلم انطونيو من تجربته القاسية متعهدا ان لا يخوض رحلات امداد مناجم الذهب غير القانونية بالمؤنة وكأنها درس لوقوع اي شخص في مصيادة الموت اذا حلق في اجواء بعيدة عن القانون اشتركوا في القناة